أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحاح أول من يكسى حلة من حلل الجنة إبراهيم ثم يؤتى بكرسين عن يمين العرش فأجلس ثم أكسى حلة لم يقم البشر على مثلها يا من رفعك ربك إلى مقام علي وأدناك يا من اصطفاك يا من جعلك نبيه ومصطفاه وحبيبه زاد الحنين إلى لقاء حبيبي واشتد شوقي واستطال نحيبي فمتى أمتع نظري بنظرة تمحو ظلام الشوق والتعذيبي وأقول يا عيني أمامك فانظري نظرة واستعذبي شوق السنين وذوبي وأقول يا قلبي مكانك واتئد هذا مقام القرب والتقريبي فاللهم صلي يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وترضى اللهم عن آل بيت نبينا وعن من سلك المنهج واتبع الطريق وبعد كل سنة وحضركم طيبين وأهلا وسهلا في برنامجكم المسلمون يتساءلون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن الخاتم اللهم أمين يا رب العالمين ما زال الحديث موصولا أيها السادة الأماجد حول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا نعيش في ثمرات الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذه الصلاة على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم على الإمام المعتمد والسيد السند هل هذه الصلاة لها ثمرات؟ هل هذه الصلاة لها فضل؟ هل في الدنيا أم في الآخرة؟ تعالوا بنا نعيش في هذه الصلوات على خير البريات صلى الله عليه وسلم قبل أن أخوه تعالوا بنا نسير حول آية كرآنية لنقف على معناها ومبنها لنتعلم منها كيف أمرنا ربنا جل في علاه في محكم كتابه في الدستور الإلهي أن نصلي على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي نداء وجه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم واعلم أن وراء هذا التكليف تشريف يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تب لماذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها المسلمون أتدرون لماذا؟ لعلمه القديم المحيط أن الذي يعرف قدر حبيبه هم المؤمنون وأن الذين نالوا المنزلة السامية والمكانة العالية وخلقوا في ردهات الحب ونالوا تزكية النفس هم المؤمنون لذلك ربنا جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها المسلمون على التعظيم أيضا والتوكير لهم صلوا والآمر هو الذي لا يرد أمره ولا يعقب على حكمه فلماذا قال ربنا صلوا عليه ولم يقل صلوا على النبي مرة ثانية لأن المؤمن أتدرون انظر تأمل تفكر في هذه الآية القرآنية بروح مع القرآن وعش في هذا القرآن وغصف بحر القرآن قال ربنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ولم يقل على النبي أتدرون لماذا؟ لأن المؤمن الذي أمر يحمل حبيبه في قلبه فلا يحتاج إلى أن يذكر به وإنما يقال له صلي عليه لأن قلبك يحمله يحمله إيه؟ حب الحبيب صلى الله عليه وسلم ولذلك قال القائل إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له شأن عراه إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له شأن عراه فمنا من يموت على وضوء ومنا من يذوب على هواه ومنا من يذوبك مثل شمع إذا شوق المحبة قد تلاه فسلم للرجال ولا تقاتل فقد وضح السبيل لمن رآه فكم من جاهل أبد اعتراضا فلما ذاق ما ذقن اشتهاه فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم فربنا قال يا أيها الذين آمنوا نداء نوجه للمؤمنين ليكلفهم ربهم بما صنعه هو وملائكته فطاعة تشاركك فيها ربك وتشاركك فيها ملائكته ما أحلاها وما أسماها وما أعلاها فالله يصلي والملائكة تصلي وأنت أمرت أن تصلي فما ذلك إلا لقدر المصلى عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا على التعظيم أيضا وعلى التوقير لهم صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما تب لماذا قال ربنا الناظر في هذه الآية يجد أمرا عجيبا في بداية الآية الله قال إن الله وملائكته يصلون ركز ولم يكن ويسلموا وفي العجز في عجز الآية يعني في آخر الآية ربنا قال يا أيها الذين آمنوا وده النداء الوحيد في القرآن الكريم المتوسط في إيه يأتي في وسط آية يعني ده النداء الوحيد في القرآن الكريم يأتي في وسط إيه الآية يعني عندنا مثلا 680 نداء ده النداء الوحيد في القرآن الكريم الذي أتى في وسط آية ولم يأتي في بداية الآية يعني أي آية لم يسألك يا أيها الذين آمنوا إذ يتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسكم بنبأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربع إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا توبوا لله توبة النصو إلى غير ذلك إنما هذه الآية أتى النداء في الوسط هنا وهذا أمر عظيم انظر إلى بداية الآية في بداية الآية ربنا قال إن الله وملائكته يصلون ولم يقل ويسلمون لأن الله لا يسلم أو لا يسلم عليه يعني إيه الله سبحانه وتعالى لا يسلم عليه لأن سيد الوجود قال فيما أخرجه الإمام البخاري لا تقول السلام على الله لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله هو السلام ولذلك جاء في الصحيحين أن أمين السماوات جبريل قد تنزل على أمين الأرض والسماوات يقول له يا رسول الله السلام يكرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن خديجة ستدخل الآن عليك فبلغها من ربها السلام الله انظر فبلغها من ربها السلام وبشرها في الجنة بقصر من ذهب لا صحب فيه ولا تعب فلما دخلت أم المؤمنين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال لها بالبشرى جاءني جبريل فقال السلام يكرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن خديجة ستدخل الآن عليك فبلغها من ربها السلام وبشرها في الجنة بقصر من ذهب لا صحب فيه ولا تعب فماذا قالت السيدة الثقيهة المؤمنة الورعة التقية النقية التي أتى السلام إليها من قبل رب العالمين لصلاحها وتقواها ولوقوفها بجوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم انظر قالت الله السلام ومن الله السلام وعلى جبريل السلام ولم تقلوا على الله السلام لأن الله هو السلام لأن الله هو السلام فالآية في بداية إن الله وملائكته يصلون لما أتى صدر الآية دعوة إلى الصلاة وآتى العجز فيها دعوة إلى الصلاة والتسليم يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم لما أتى في صدر الآية وآتت الآية مؤكدة بإن إن الله ومؤكدة بأن الفعل هو الله وأن الملائكة لم تحتاج إلى توكيد اللفظي ولكن لما أتى العجز فيها دعوة إلى الصلاة وإلى التسليم احتاجت إلى توكيد اللفظي فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم صلاتنا على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحتاج إلى تذكير وإنما دائما وأبدا لا يغفل الإنسان ولا يغفل طرفة عين ولسانه دائما يذكر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم دائما يلهج هذا اللسان بالذكر لله رب العالمين ولسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بهذا في آية صريحة كرآنية تتلى إلى يوم أن يريث الله الأرض ومن عليها قال ربنا يا أيها الذين آمنوا وهذا نداء كما ذكرنا في بداية الآية وهذا تكليف ووراء التكليف تشتيف فالصلاة على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نافذة العطاء هي باب الخير باب الخير ولذلك يقول سيدنا فيما أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة أن أعربيا كان يأتي بعد أن انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى جوال ربه كان يأتي إلى رودة سيدنا مولانا رسول الله فيسلم ثم يمضي انظر إلى هذه السمرة وهذا الفضل وهذا الجود كان يأتي إلى رودة إيه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يمضي فرآه سيدنا علي السجاد وكان صغيرا سيدنا علي السجاد العبدين وكان صغيرا فقال له يا هذا أراك تأتي كل يوم لتسلم ثم تمضي تكون يوم بتيجي تسلم على سيدنا النبي عليه السلام ثم تمضي قال آتي للصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا علي انظر أما وإني سمعت أبي يقصد أبا عبد الله الحسيني يحدث عن جدي يقصد القرار عليه يحدث عن جدي يقصد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي شوفوا الهدية اللي قادي وصلي عليه عليه السلام صلوا علي حيث كنتم تبلي فإن صلاتكم تبلغني الله على سيدنا مولانا رسول الله صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني فأنت حينما تصلي هنا الآن يحمل اسمك هناك يبلغ الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم صلى الله على حضرته بأن فلانا قد صلى عليك فيصلي الله عليك وجعل الأجر صلاة بصلاة وانظر أنت تصلي على قدرك وهو يصلي على قدره صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سمع أهل الله هذا الحديث قالوا أهلا بمن لست أهلا لموقفه أو لموقعه أولى المبشر عند الحزن بالفرج لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عواجي فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عواجي يا ليتنا نذكر ثم عند سيدنا مولانا رسول الله الجائزة الثمر الأولى أنت حينما تصلي على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمك يحمل إلى هناك بأن فلانا هذا قد تعلق قلبه بحب حبيبه فهو دائما يذكره ولا يغفل عن ذكره طرفة عين ليل نهار يصلي على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل أنت تحت لواء المحبين تحت لواء العاشقين تحت لواء الذين يأتون في عرفات الله فيحشرون مع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تدخل أنت تحت معيته تحت لوائه ولذلك الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هي نافذة العطاء ولذلك والله إني لأعجب من هؤلاء الذين أرانا الله على قلوبهم فأغلقوا دائما أبل النوافذ العطاء ونوافذ الخير ونوافذ الجود عقولهم أصبحت متحجرة وأخذوا يبلبلون الناس بل وترك الناس حيارة في حيرة متحيرة حينما نقول لهم بأنك إذا ذكرت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم يسمعك ويسلم عليك ويرد عليك نجد أصحاب العقول الكليلة والنفوس المريضة نسأل الله لهم ولنا الهداية والتوفيق ورشاد وأن يتخلل الحب في قلبهم نجد هؤلاء يقولون أن هذا أمر يعني لا بد لكل إنسان أن يقف عنده كيف يسلم وكيف 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 أقول لهم الله سبحانه وتعالى قال في حق سيدنا حتى الزيارة كما ذكرنا في لقاءات سابقة يقولونها أن الزيارة بعد الحج كما يعني ذكرنا ليست مشروع إن زرته زرته أو لم تزره فلا شيء عليك ما أن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم جاءوك رد على زيارة خير من يزار جاءوك أي زاروك واستغفروا الله جاءوك وحققوا سؤلهم ونالوا غايتهم ورجعوا وقد غفر الله لهم جاءوك أي زاروك ومع ذلك نجد هؤلاء يتكلمون بكلام لا أصل له بغير علم وبغير فهم للنصوص ويتركون الناس في حيرة متحيرة يبلبلون الناس وإذا ما سألت واحد واحدا منهم يقول أن سيد الوجود قال بلغ عني ولو آية لا يفهم مراد هذا الحديث هذا الحديث له سبب ورود بلغ عني ولو آية المقصود به للذين يكتمون العلم فسيدنا صلى الله عليه وسلم يبين هذا فيما جاء في الصحاح أن سيد الوجود قال من كتم علما أن ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة فسبب ورود هذا الحديث هذا طب بلغ عني ولو آية إذا كنت تعلم هذه الآية وتفطن إلى مراد قول القائل إلى مراد سيدنا أو إلى مراد الله ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يقف أو يعرف مراد الله وإنما نجول بالخواطر في مراد الله وفي كلام سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنتم أيضا مما أخرجوا العلامة الداري كطني بأساليد صحيحة من صحة زيارة سيدنا ومولانا رسول الله هل لم يبقى من مشكلات الأمة ولا من مساوئها ولا من عراتها التي كشفت إلا أن نبحث حول صحة زيارة رسول الله أو كيف نصلي على سيدنا مولانا رسول الله هذا أمر يحتاج منا إلى بيان أنت هنا وأنت في هذه الدنيا الذي بلغ وبين لك الدنيا بما فيها وشرح لنا المعالم وأوضح لنا السبل هو سيدنا صلى الله عليه وسلم ألا يستحق منا أن نذكره أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم لأعجب والله لأصحاب العقول الكليلة الصلاة على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي باب كل خير باب كل خير وهي تنور الوجوه على ثمرة من ثمرة الصلاة على سيدنا مولانا رسول الله تنور الوجوه وتبيضها وتثلج الصدور والصلاة على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب الفقر تذهب الفقر نعم أخرج العلامة بن قيم الجوزية في كتاب دلائل الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام أن صحابيا جاء لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتك الفقر عمله جل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول لنا فئير يشتك إليه الفقر ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أخرج له الحبيب صلى الله عليه وسلم دواء شافيا كافيا من صيداليته المحمدية المتنكلة التي إذا ما جاء إليه إنسان ليأخذ هذا الدواء شفيا بمجرد أن يرى المعطي صلى الله عليه وسلم يشفى بالنظرة إليه والدليل سيدنا حسان بن الثابت شاعر سيدنا مولانا رسول الله لما أراد أن يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطول عليه لما رآه ويآت لكي يهجو رسول الله انظر كيف تحقوا ولا بمجرد أن رأى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لما نظرت إلى أنواره ستعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته فلست أنظره إلا على قدري قال الحبيب له صلى الله عليه وسلم إذا دخلت بيتك فسلم على من فيه ثم قرأ سورة الإخلاص ثم صل عليه يقول راو الخبر فجاء هذا الصحابي بعد فترة يتصدق بفائض ماله الصلاة مدخر عطاء ثمر عظيمة لماذا لا نستغل هذه الثمرة أنت تحشر تحت لوائه تحت لواء الحبيب صلى الله عليه وسلم فالصلاة تبيض الوجوه ومدخر لك يقول أيضا العلامة بن كيم في هذا الكتاب الماتع في هذا الكتاب المبارك دلائل الأفهام أن واحدا من التابعين رأى أن رجلا من التابعين رأى رجلا في الطواف لا يدعو الله وإنما يصلي على سيدنا مولانا رسول الله يصلي ويسلم على من صلوا عليه عليه الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا هذا ادعو الله فلم يلتفت إليه فلما فرغ من الطواف أمسك به وقال له يا هذا لما لم تمتثل لرجائه يعني ألتكد ربنا فتبص الله وسلم على سيدنا النبي قال له إن لي قصة أتدرون ما هذه الكصة فاصل ونواصل لنستكمل فانتظرونا الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين تعالوا بنا نستكمل هذه الكصة العظيمة التي ذكرها فضيلة مولانا الإمام بكيف كتابه دلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير الأنام فالرجل من التابعين رأى الرجل في الطواف يسلم ويصلي ولا يدعو الله قال له أدعو الله فلم يمتثل إليه يعني ما استقبش يعني فلما فرغ أمسك به قال له يا هذا لما لم تمتثل للرجاء لما لم تدعو الله قال له يا هذا إن لي كصة قال له ما هذه الكصة قال له كنت في الماضي أي في العام الماضي أحج أنا وأبي فخر مغشيا عليه في الطواف فحملته فخرجت به من الطواف فأتعبني فوضعته بجواري وإذ بوجهه قد سود إذ إه بوجهه قد سود وجهه قد سود فأخذتني سنة من النوم فرأيت من يقول لي أتعرفني كنت له لا قال لي أنظر إلي فأنا نبيك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن أبي قد سقط مغشيا عليه في الطواف فحملته خرجت به فأتعبني صلى الله عليه وسلم انظر فأتعبني وإذ بوجهه قد سود قال له اكشف عن وجهه الآن اكشف عن وجهه الآن وستجده أصبح أو قد أصبح مشرقا قال له بما يا رسول الله قال له ذلك لكثرة الصلاة عليه ذلك لكثرة الصلاة عليه يبقى الصلاة على سيدنا تذهب الفقر أدي الثمر الأولى الصلاة على سيدنا تبيض الوجوه الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم تصل إليه تحمل إليه الصلاة على سيدنا مولانا رسول الله أمر من الله انظر إلى هذه الثمرات الصلاة على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخر ولذا قال القائل لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانتهى الكذر ونظرة نحو أبواب المدينة لا تكيلي من الهم ألوانا ولا تذر يا حادي العيث أنزلني إذا برقت بعينك الروضة الخضراء والحجر هناك أمسك شباك النبي لكي أدعو الله حيث الذنب يغتفر وفي رواية عند الإمام أحمد أنه صعد المنبرة صلى الله عليه وسلم فقال في الدرج الأول آمين ثم قال في الدرج الثاني آمين ثم قال في الثالثة آمين فأسأله الصحابة عن ذلك قالوا له يا رسول الله لما صعدت المنبرة قلت في الدرج الأول آمين قال جاءني جبريل فقال لي رغم أنف عبد أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخله الجنة قلت آمين ثم صعدت الثانية فقال رغم أنف عبد والرغم كناية عن الذل والمهانة أي وضع أنف في التراب رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له قلت آمين ثم صعدت الثالثة فقال لي رغم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك قلت آمين فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من هال أوفى لمن عاش في حب النبي فأنت حينما تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل تحت لوائه تكتب في سجل المحبين يستشفع بها عند ربنا لأنك صليت على من على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم صليت على سيدنا مولانا رسول الله وهنا أحمل بشارة لهذه الأمة وهل يضام المحب هل يعذب من يستشفع بخير خلق الله لأنك ما أحببت إلا بعد أن أحببت فسرت محبوبا وحق على المحبوب أن يكرم أحبابه واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمة استغفر لهم الرسول وهل يرد استغفار سيدنا صلى الله عليه وسلم هل يرد استغفار سيد الوجود هل يرد استغفار السيد السند والإمام المعتمد لا والله هل يرد استغفار من يقول أنا لها أنا لها هل يرد استغفار من أخذ يبكي فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيح عن ابن عمر أن سيدنا ظل يبكي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله أمين السماوات جبريل فقال له يا جبريل سالحبيب محمد ما يبكي فجاء جبريل إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم والله أعلم يقول له يا رسول الله السلام يكرئك السلام ويقول لك لما تبكي يا رسول الله قال له أمتي أمتي فأوحى الله إليه إن سنكرمك في أمتك ولن نغزيك أبدا إن سنكرمك في أمتك ولن نغزيك أبدا هل يرد استغفار تلك بشارة أحملها لهذه الأمة أنك مهما فعلت فأنت محبوب محسوب على من يقول أنا لها أنا لها لهذه ثمر أيضا من ثمرات الصلاة على سيدنا مولانا رسول الله لكن لا بد أن نطبق منهجه وأن نذب عن سنته وأن نسير تحت لوائه وأن ننفذ أوامره وأن نبتعد عن نواهيه لأن سيد الوجود يبلغ عن ربه فالله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبابكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة ويقولون طاع ويقولون طاع فإذا برزوا من عندك بيات طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة فأنت محبوب وحبيبنا يقول فيما جاء في الصحيحين المرء مع من أحب وفي رواية يحشر المرء مع من أحب فتحشر أنت مع إيه؟ مع سيد الوجود لأنك محب ولكن حبيبنا لم يدعنا ركز بعدما صلى عليه عليه الصلاة والسلام إلا أن نكون مجموعة كسالة أو أمة كسالة لا بل دعانا إلى العمل وإلى الإتقان فيه ودعانا إلى أن نسير على منهج الله وأن ننفذ أوامر الله وأن نبتعد عن نواهيه الله قال له كلا لا تطعه واسجد وقترب واسجد وقترب فإذا فرغت فانصب أي فصلي أما أن نكون مجموعة أو أمة كسالة متواكلين هذا لم يدعنا إليه الحبيب وهذا ليس شأن المحبين لأننا نسمع من يقول بأننا قد رفع عنا التكليف أذا كان التكليف لم يرفع عن سيدنا صلى الله عليه وسلم ده ربنا قال له ولقد نعلم أنك يديق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين المقصود باليقين هنا الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه أما نسمع بعضا من الناس أو إن من الناس ناسا يتكلمون ويقولون بأن التكليف قد رفع عنا بدعوى أنهم يحبون أو أنهم يعني محبين لسيدنا لا المحبة لسيدنا لا تكون بهذه الطريقة طريقة الكسل والخمول والتواكل لا حبيبنا لم يدعونا إلى هذا وإنما دعانا إلى أن نكون أمة نتوكل ونأخذ بالأسباب لأن الله قال ونترك الأسباب لمسبب الأسباب إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر وقال الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وفورا رحيم هذا التخاذل والكسل والخمول لا يعرفه الإسلام ولا يعرفه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من ثمرات المحبة أيضا والصلاة أننا أمة دعانا الحبيب إلى التوكل بحق والأخذ بالأسباب وترك الأمور على مسبب الأسباب هنا تكون تحت لواء الحبيب صلى الله عليه وسلم أما التخاذل والتكاسل لا يعرفه الحبيب لا يعرفه الحبيب صلى الله عليه وسلم من ثمرات الصلاة على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لك تدخل تحت لوائه لما مات سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله وارضي الله عنه وأرضاه رأاه أحد تلاميذه في المنام ابن ربيع فقال له يا إمام ماذا فعل الله بك قال له لما قبضت روحي وهذا الخبر ذكره العلامة الذبيبي لما قبضت روحي وجدت بجواري جدي يقصد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم نذكر الله في حالات معدودة على الأصابع حالات الموت أو غير ذلك وإن من الناس ناسا لا يصلون على سيدنا مولانا رسول الله لا يصلون ولا يسلمون على سيدنا مولانا رسول الله فهذا لديه جفاء قلبه قد مات نبت في قلبه حب الدنيا بل وتخلل هذا الحب في أعماق وجذور قلبه فخلاص سيطرت الدنيا على نفسه وعلى هواه لا يمكن أبدا أن يذكر الله ولا أن ينال لسانه وقلبه ذكرا لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي اعلم إذا وفقت لهذا فأنت صرت محبوبا وهذه المحبة لا تأتي إلا بعد أن أحببت لما تعلقت السيدة رابعة العدوية بأستار الكعبة ذات يوم وهي تقول اللهم بحبك لي اغفر لي تاني اللهم بحبك لي اغفر لي فسمعها أحد المعترضين وما أكثر في هذا العصر نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والرشهد قال لها يا امرأة كيف عرفت أنه يحبك قالت له يا هذا يا هذا ألم تقرأ قول الله ألم تقرأ قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ألم تقرأ قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ألم تقرأ قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أكررها مرات ومرات بهؤلاء فهو لولا أنك أحببت ما أتى بك إلى هنا في هذا المقام انظر إلى هذا الفهم للقرآن قالت له لولا أنه يحبني ما أتى به لهنا ألم يكل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه محبة وهذه المحبة لم تأتي من فراغ ولم تأتي بالإدعاء وإنما أتت بالدعاء والعطاء لسيدنا لخير البريات أتت بالدعاء والابتهال إلى رافع الأرض إلى باسة الأرض وإلى رافع السماء وأتت بالذكر إلى سيدنا ومولانا إمام الدعاء والدعاء صلى الله عليه وسلم فأنت حينما تذكر وتصلي وتسلم على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم يستشفع لك فثمرات كثيرة أخذناها من بركات الصلوات على سيدنا ومولانا ورسول الله أنها تذهب الفقرة أنها تبيض الوجوه أنك تسير محبوبا وتحت لوائه أنه يستشفع لك أنك تحشر تحت معيته وتكون في معيته في الدنيا والآخرة أنك أحببت فبهذه المحبة تدخل تحت يعني لواء الله أيضا كذلك أيضا من ثمرات المحبة لسيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثمرات الصلاة على سيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تذكر في عرفات الله ينادي هو صلى الله عليه وسلم على المحبين على العاشقين على الذين قد سيطر الحب على قلوبهم وعقولهم لله أولا ولرسوله ثانيا في عرفات القيامة فيقول أين المحبين أين العاشقين ادخلوا تحت لواء فتدخل الجنة بسلام فنحن على ما فينا من عيب ومن نصب حسبنا على من إن تسبنا إلى من نحشر تحت لواء من فإن زلت الأقدام فقف في عرفات الندم وكل أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي وساتر وغافر وكافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبا أوصافه أوصافي وهنا أقول اللهم اجعل مصر بلاد السلم والسلام والأمن والأمان والرضا والاستقرار اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وبناءها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرمه فهل فقير بين الكريمين يحرم لا والذي خلق الأقوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم لا تنسوا دائما وأبدا ذكر الله ولا ذكر رسول الله أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي امتساب فما عرف البلاغة يوما ذو مقام إذ لم يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزدت قدرا فحين ملحتك اكتست السحابة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة